قل لي دكتور التحليل تمام ما هيك عملنا صورة الشعب واتدبرنا المصال صار فيك تقلنا إم ترح تعمل العملية ما؟ صدقوني ما لي عرفان شو بدي إلكون صح قلت لكم إنو حالة الطفل صعبة بس لما شفت التحليل وصور الجديدة اكتشفت إنو الوضع أصعب بكتير من ما توقعت يعني هالنوع من العمليات مخاطرة على حياة المريض كيف يعني؟ انت شو عم تقول؟ انت شو عم بتقول دكتور يعني أنا بتعرف شو يعني هالحكي القش بوضع وعالي ما عم يستوعب هالشي ممكن تشرح أكتر دكتور مو أنت قلت إذا ما عملنا العملية رح يكون في خطورة عليه مظبوط بس قبل ما شوف الصور ما كنت متوقع إنو الوضع خطر هيك يعني صح نحنا منقدر نطبق طرق علاج تانية بس لازم حتكم بالصورة بالأول لأنو بهيك حالة نسبة النجاح يمكن تكون منخفضة كتير يعني ما بضمن لكم تنجح العملية أبدا لش مو أنت اللي قلت لازم نعملها قلت إلنا نقمن المصاري وإحنا معرفنا كيف دبرناهن هلأ جاي تقول إنو ما فيك تعملها والطرق الثاني ما في منا في عيدة معه جلالبيك جلالبيك جاوبني أنت في عندك ولاد عندي بنت الله يخليها تخيل لقوا إنو هالشي صار معا شو كنت رح تعمل وقتها كنت أخدت بنتي لعند الدكتور تحسين هذا أشتر دكتور بهالمجال طبعا هو كان أستاذي نسبة نجاحه بهالنوع من العمليات الحساسة كبيرة كتير فإذا عندكم إمكانية خدوا لعنده فورا دكتور فهمنا إحنا ما عنا إمكانية لهالدرجة يعني من وين بدنا ندبر هالمبلغ مستحيل يتأمن معنا في عائلة تانية حالتن نفس حالتكن بنتن اسمها مونة وعمرها ست سنين أهل عاملين حملة لجمعة تبرعات ليعملوا للعملية برا برأي تحاولوا تعملوا مثلها هارفان هارفان شوف هاي البلد حالتن متر يا وحاكيته لأبو قالونا ثلاثة شهور عاملين الحملة وقدروا يجمعوا مبلغ منيح وهلا عم بيحاولوا يطلعوا بنشرة الأخبار الزلمة قالي تعالوا خلونا نلتقي هارفان الله يخليك روحوا أحكي معهم بترجاك ما بنخسر شي قديش جمعوا مصاري مية وتمانين ألف وبهالوقت لكان نحنا بدنا سنتين لحتى ندبر هالمبلغ بس فينا نجمع أكتر حتى نرح نكون أسرع عايدة الله يخليك حاجة كم مرة شفتنا أعلان هاي الطفلة عملنا شي مشانا رحتي وتبرعتي له شي مرة مثلا طيب طيب لكن شو لازم نعمل آه شو نعمل بدنا نحط رجل على رجل وكانه مصاري معنا شي يا عرفان أنا ما عاد أفهم ماشي بدون نتبره موسيقى 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 عفوا لو سمحت وين شارعك جولدران؟ لا قدام شوي علي يا سعب شكرا شو عملتي؟ وريان كيف هو؟ من يحليك وبي غرفته خليكي جنبه وما تسمحي ليلعب كتير متل ما حكينا ماشي؟ صح قال قبل لازم ناخد إذن من المحافظة مشان التبرعات اسألهم هنن كيف بيعملوا هالشي وعم بيقولوا انه رح يطلعوا بنشرة الأخبار لهيك فهم منن مع مين عم يتواصل وكيف ممكن؟ لسه عمدور عالبيت طولي بالك علي شوي الله يرحمك يا عمري وين رح تيبنا؟ لدي علي ايه بترجعك والله ما عافظت تركوا لي تركوا لي أنا بدي أخذها الله يصبني يا رب يدخينا 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 عرفا يا رب في Kara يا رب يدخينا والله 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 غلق يا رب دعي وكيفuz يا رب يا ر back Third اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة